مجلس الشورى واتفاقيته القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية كان من أبرز ما تمت مناقشته اليوم في جلسة مجلس الشورى تقريري لجنة شؤون المالية والاقتصادية بإشان المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيته الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيته القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية بحدف تمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلات الثانية من محطة الدور بمملكة البحرين البندين التاليين كانوا تصديق على اتفاقيتهم مهمتين جدا بالنسبة للأمن المائي في مملكة البحرين الهدف من المشاريع هذه كما قال بعض الأعضاء المجلس خطوات استباقية من قبل الحكومة لتأمين المياه الصالحة للشرب للمواطنين قبل وقوع الحاجة لها فعلا فهذه تقريبا تقدم ما يقل من أربعمائة ألف مستفيد في المنطقتين منطقة جنوبسار والإحنانية هذه من الخطط الاستراتيجي للحكومة المرسومان بقانون بحسب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يصعيا إلى مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية وتحصين الوصول إلى أمدادات المياه وزيادة الأمن المائي هذه الاتفاقيات تم إبرامهم بين هيئة الكهرباء والماء والجهات الممولة وسوف يتم السداد القرض من إرادات الهيئة المجلس ناقشت تقريرين وتوصية اللجنة بالموافقة وتمت الموافقة عليهم صباحا اليوم مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمحالة الثانية من محطة الدور سيضمن تحصين وتطوير شبكات نقل المياه إلى أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين مواصلة لدعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية ودعم المشاريع الحيوية في المملكة وفق مجلس الشورى على المرسومين بقانون لما تشكلهم من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين